ده بانتو من المقر يقدروننا على علاق حقوق لا علاق أسعار لا علاق أسعار لا علاق نبتعيش ولا مواصنين مقابلنا يقال الله يقال الرسول تستغلنا اليوتيوب وتشجار التلم تستغلوا هادشي اللي كين مباش هدروا تقولوا الحق ما كتقولوا يوش هاد الشخص الصيشة اللي تقول هاد الكلام ما فهمش الإسلام الإسلام جاب العدل جاب محاربة الظلم جاب محاربة الفساد هاد الأمور كلها جابها الإسلام والصلاة وعليش ما تقولوا عايش؟ يعني إسلام جاب عايش السيردواني علاش ما تتنضوش تقوله؟ راهم را هاد شي كين في الدين وتان قولوه ولكن راولي ما تسمعش ولي ما كينش راولي مغيب مايلا يا الله وحاجة أخو ربنا نتكلموا على السيردواني مثلا التخصوصات ده بعد غلاء الأسعار مثلا على سبيل المثال وخاش كل الأولى اللي خرسوا يتكلم عني بعدها الناس اللي كتفهم في الاقتصاد لأنه اللي بتعرف الدرامواش طلع واش ربط علاش طلع علاش ربط لأتمينة المواد إلى أخير إلى أخير فخصنا نحطرموا التخصوصات كيف ما واحد أخر مثلا في الاقتصاد ما عندوش الحق يتكلم مثلا في المجال الديني لما تكونش فيه ما عندوش شواج إلى أخير إلى أخير فأنا بتنفهم هذا التناقض هذا أنه مثلا أنت بوحدك كرجل يعني إن صح التعبير كرجل الدين أو كإنسان تتكلم في الدين وإنت اللي واجب إليك الوحيد وكذا علاش ما كتشوف أهل التخصوص هما علاش ما كتشوف السياسيين البرلمانيين الاقتصاديين ولا لا سيدوان صح نحن كمواطن إنسان داعي طالب فقه وكذا تهدار على مسألة تخصو غلاء الأسعار كمواطن أنا مثلا تقول غلاء الأسعار كاين وضررناه وبلناه ولكن باش يجي واحد يحملني المسؤولية خصك تهدار وبيتدك تغيير وبيتدك تدير لا أنا كمواطن مسلم مغربي تهدار على الأمور اللي يتضرني ولكن الكلمة في اللي ما نخصته جاسية لذاك المسؤول وهو كذلك لأنه كينا واحد واحد مسألة السيردوان كم من الأسف على هذا المصطلح في هذا المحقار علاش كيمشوا دائما لديك الداعية ولديك طالب العلم وتوجوا وتتكبوا عليه كله وتتجعلوا لحلقة الأضعف علاش حندا شوان شهور في فعد المجال علاش ما كيمشوا عن الممثيل عند المغني عند الرئيس عند الاخيرين ثم رأي رأي انت بصيفتك مواطن انت خبت إلى واحد البرلماني باش يتكلم عليك والصفة الصراعية القانونية اللي تكلم عليها الدست اللي هي في البرلمان إذاً هذا السيد ما كتصدعوش ما كتدقش على بابه ما كتفسرش منه ما كتطلبش لإيذن باش تتلاقها معاه وتحكيليه المشاكل ديك وتشكوليه فما جيش تلومني أنا يا ما جيت حمال المسؤولي علاش أنا مثلا ما كنتكلمت على واحد جاي الاخيري ما علمانا كنتكلمه ورحمة دوري الله احنا أولى الناس في كنتكلمه على غلاء الله سعر وللحق رعبك كما تفضل تكسير ضمان دور الفاقية والداعية المتخصصة في الشريعة في المجتمع هو لإصلاح الهام توجيه الدلالة على الخير تحذير بين الشر هذه الأمور العامة بما استطاع الله جل وعلا يقول إن أريد إلا الإصلاحة ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ولكن بجعله هو ديك الشماعة اللي تعلق فيها أنت يا الخوف ديالك كيف مما ذكرتي من مسؤول من مواجهة أمور واقعية وتبدأ تعلق الفشل ديالك والسكوت ديالك والخوف ديالك على هذا الشخص أو هالداعية هذا في حد ذاته من خدلان وحاجة أخرى سيرضوا أنه لعنا نختم بها إن شاء الله تعالى مسألة غلاء الأسعار صعوبة المعيشة إلى خير نرى نعم المسؤولين عندهم واحد جانب فيها لأنهم كلكم رائين وكلكم مسؤولون عن رعيتي فكل شخص مسترعاء الله عز وجل يرى مسؤول عليها ومحاسب عليها لكن فقط أخوة راتحنا محاسبون راتحنا مسؤولون ونتحمل واحد الجزء من هذا الغلاء اللي هو تقليل السلوكات ديالنا الشخصية اللي عنده واحد تداعيات وراء إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بأنفسهم كما قال عمر كما تقول يولى عليك من غير ذلك فبالتالي الله يزيكم بخير كفى أنا من هذا تحميل المسؤوليات الواحد الجهة اللي ربما بمتنين ما عنده حتى شي حتى شي دخل فهذا مسألة هذه لا نعم نتكلم على حقوق العباد ولا نخاف في الله لوم تلائم لكننا لسنا الأشخاص المسؤولون ومباشرون عن هذه المسألة أزلكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله